اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من زر الاشتراك لاحمر اسفل فيديو فعل زر الجرس علشان يوصل لككل جديد وما تسيبش ولا تلمم من فيديو علشان الفيديو في كلامهم كتير علق النائب محمد وهبالضة وكيل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب على موفقة البرلمان على مشروع قانونة بشأن العلوات الخمسة قائلا انهم منذ فترة طويلة يعملون بشأن العلوات الخمسة اضاف وهبالضة خلال مدخلة تلفونية مع الاعلام السيد علي ببرنامج حضرة المواطن المزاع على فضائية الحدث اليوم مساء يوم الاحد انهم اجتمعوا خلال الاسبوعين الماضيين مع هيئة التامين الاجتماعي لمحس العلوات الخمسة واكدوا على ضرورة وجود مشروع قانونة لمنح العلوات وتابع انه تقدم بمشروع القانون ومعه لجنة القوة العاملة وستين نئب من البرلمان لصرف العلوات الخمسة مشيرا الى ان رئيس مجلس النواب احال مشروع القانون الى لجنة القوة العاملة والتي ستقدى في امتهاء من هذا القانون خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل مؤكدا ان الازمة ستنفرج قريبا تكان الخبر من وكيل لجنة القوة العاملة النئب محمد وهابالله لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة ادفع لزر التنبيهات ليصلك كل جديد شكرا لكم على حسن المتابعة